رجعنا لنبدأ حديثنا مع ضيفتنا اليوم الدكتورة بشرة مغرقوني دكتورة في علم الاجتماع ورح نحكي اليوم عن ظاهرة التنمر المدرسي ستصبحك عن جديد وأهل السلام فيك لما نحكي عن فئة التنمر أو موضوع التنمر نفكر أن هذا الموضوع مرتبط بالكبار فقط خلنا نحكي بداية نعرف شو بيفروق التنمر عن التنمر المدرسي هل في البداية ظهرت التنمر هي ظاهرة قديمة حديثة منتشرة بكل المجتمعات على كافة الأسعادة بيئة العمل بيئة المدرسة جماعة الرفاق وسائل التواصل الاجتماعي لكن بيئة المدرسة خصوصيتها والكسافة الموجودة بالمدرسة هي اللي بتخلي تكون بيئة خصبة لممارسة سلوك التنمر التنمر المدرسي هو عبارة عن حالة انعكاسية إسقاطية لنوع من الخلل النفسي الإدراكي عند الطفل سببه أحيانا غياب مصادر القوة الشخصية عند الطفل أو ممكن مصادر السقة بالنفس أو عدم القدرة على التحكم وضبط الزات عند التعرض لأي سلوك عدواني تحدث هي ترتكز على سلاس عناصر أساسية هناك مستقوي مستقوي عليه سلوك متكرر والإيزام يقوم المتنمر باختيار ضحيته أقل قوة منه تكون لديها عيب أو صفة معينة تميزها عن غيرها من زملائه في المدرسة يلاحقها باستمرار لا يتعاطف معها يحاول أزيته سواء في باحة المدرسة في الغرفة الصفية القدرة على ممارسة التنمر المدرسي أكبر من القدرة من ممارسة تنمر في المجالات الأخرى تماما يعني هلأ نحنا بس شوي خلينا نسهل الموضوع بين الناس ونحكي نحنا كيف فينا بالبيت ما نقرب على شيء اسمه نقد شيء اسمه كلمات مو بمحلة إن كان للطفل إن كان للأب للأم والأم للأب أو إن كانت للأطفال أو إن كانت لأطفال حتى الدائرة الأبعد يمكن بيقى الجوء المحيطة بيقى الطفل هون إنشاء هذا الطفل حتى يوى أو الشيء دافع عن حاله إذا حدا تنمر عليه تاني شيء إنه ما يتنمر على حدا باعتبار أن التنمر هناك عبارة عن ميزة متنمر وضحية فالعلاج يبدأ بالتنمر والضحية الأسباب كما تفضلتي الأسباب الأسرية هي الأسباب الأساسية التنشئ الأسرية في المنزل هي الأساسية لعدم إنشاء طفل متنمر أو طفل ضحية تنمر عندما ينحدر الطالب من بيئة أسرية تعاني من تسلط الأب على الأم أو تعاني من خلافات أسرية كبيرة أو مشاكل أسرية بين الأب والأم العنف بين الأخوة التدليل أو في جانب آخر التحصين المفرط للطفل والتدليل المفرط للطفل يؤدي إلى وضعه إما ضحية تنمر أو متنمر حسب طريقة التنشئ الأسرية ينعكس هذا السلوك كله في المدرسة عندما يتعرض للعنف والتسلط في المنزل ولا يستطيع رد هذا العنف للأب أو الأم يمارسه على زملائه عدم بعاد الأطفال عن خلافات الأسرية محاولة أن يكون الطفل بعيد جدا عن الخلافات بين الأب والأم بهذه الفترة تراجع دور الأب والأم في التربية السبب هو الانشغال لفترات طويلة خارج المنزل في العمل لتأمين متطلبات الحياة عدم التواصل بشكل مباشر مع الطفل أنا لأحمي طفلي من التنمر ضمن المدرسة أبدأ من المنزل أعز استقطه في نفسه أركز على مصادر قوته أنمي المهارات الحياتية لديه عندما أجد أن طفلي ضحي التنمر هناك علامات تدل على التنمر لدى الأطفال أحد هذه العلامات حسب إذا كان التنمر جسدي ألاحظ كدمات على الجسد تمزيق في الملابس ممكن أن يكون التنمر لفظي قلق توتر انسحاب من الأنشطة الاجتماعية من مجموعات اللعب كلها دلالات تدل الأسرة على أن هذا الطفل يتعرض لسلوك التنمر في المدرسة ممكن عدم الرغبة في الذهاب إلى المدرسة تصبح بيئة المدرسة بيئة غير آمنة غير محبة للطفل ينسحب منها تدريجيا يتراجع تحصيله الدراسة هنا أنا لاحظت العلامات على الطفل على أنه ضحية تنمر أبدأ بالدعم النفسي الدعم النفسي للطفل أركز على مصادر قوته أمدح الطفل قبل النوم أثناء النهار في أي سلوك مهما كان بسيط في المنزل أستطيع أن أمدح طفلي وأعزز ثقته بنفسه ممكن أن أشاركه بنشاطات ومهارات ضمن المنزل تساعده على الدفاع على النفس لا أعلمه رد الإساءة بالإساءة لأنني أجعل من طفلي متنمر في المستقبل لا أكون متنمرة حتى لا أنشأ طفل متنمر هذا إذا كان ضحية تنمر أما إذا كان الطفل متنمر سلوك التنمر هو سلوك مكتسب لا يخلق الطفل عدواني ولا يخلق الطفل متنمر يكتسبه بالممارسة أثناء التنشئة الأسرية وأثناء التنشئة أيضا في المدرسة بجماعات الأقران الإنترنت التواصل الاجتماعي كل هذا ينشئ طفل متنمر هذا لا يعني أنه ليس ضحية الطفل المتنمر أيضا هو ضحية ظروف أسرية ظروف اجتماعية عائلية مرد به أدت به أن يصل إلى هذه الحال ويصبح متنمر هنا التواصل مع المدرسة التواصل مع المرشد المدرسي وضع خطة إرشادية علاجية استطيع من خلالها أن أحل المشكلة بتجنب العقاب هناك دراسة أحصائية تقول أن 92% من المدارس في العالم لا أخصص مدارس السورية العقاب بدني المتنمر يلاغي العقاب البدني عندما يمارس السلوك هذا بالنسبة لك أخصائية اجتماعية لا أفضل العقاب البدني هناك تدرج في العقوبات هناك تواصل مباشر مع الطفل أحاول أن أعرف ما هي الأسباب التي أدت به لكي يكون متنمر قد يكون لفت للانتباه قد يكون نوع من العدائية المبطرة في الداخل فيسقطها على الآخرين عندما أعرف السبب أجد الحل للمشكلة التدرج في العقابات مثلا سحب الامتيازات منه عزله عن النشاط الذي يرغب به في المدرسة حتى لا أصل إلى أحاول أن أجد الحل من دون أن أصل إلى العقاب البدني للطفل حدثت قمت ببحث وأكيد نحن أهمية هذه البحث وتكوننا مطبقة على المجتمع السوري بتعطينا نتائج خلنا نحكي عن أبرز النتائج توصلت فيها من خلال بحثك ونصائح ممكن يتوجهي اليوم للأهل بما يخص موضوع تنمر المدرسي البحث هوي كان عبارة عن أطروح الدكتورة تم تطبيقه بمدارس دمشق ومدارس اللعزقية كان العدد كبير جدا حتى نصل للتعميم التنمر في مدارس دمشق جاء مرتفع أكثر من التنمر في مدارس اللعزقية هذه أكثر نتيجة كانت ظاهرة وواضحة في البحث وكان لها مؤشرات ودلالات عدم الاستقرار الاجتماعي في هذه المدارس الانتقال الهجرة التي حدثت نتيجة الحرب التي حلت على سوريا في السنوات الأخيرة كان من أحد مفرزاتها الهجرة من المناطق الشرقية الاندماج في هذه المدارس اختلاف القيم والعادات والتقاليد اختلاف اللهجات جعلت هؤلاء الأطفال مسيضة للتنمر الأطروحة كانت عبارة عن دور للمهارات الاجتماعية في إبعاد الطفل أو إكسابه المهارة حتى لا يكن متنمر ولا ضحية التنمر في النتائج ظهرت لدي مهارة توكيد الزات أخذت النسبة الأكبر في إكسابها للطفل حتى يصبح شخص سوي لا يمارس تلكات لا توافقية يندمج في المدرسة بطريقة إيجابية توكيد الزات طبعا متوسط لا عالي ولا منخفض عندما يكون توكيد الزات مرتفع لدى الطفل يصبح عدواني عندما يكون منخفض يصبح متنمر كثير ركزنا على موضوع أنه الأهل كيف يحاكوا أولادهم والأولاد شعقوبتهم والأولاد كيف ينعالجهم ولكن خلينا بس بالخطام نحكي على الكوادر التدريسية ممكن كثير كمان تتنمر على الأطفال وهذا الشي ينزرع جواتهم أو يشكل عندهم حالة وحاجز بشع اليوم ضمن كوادرنا نحنا كيف فينا نحمي أولادنا أنه أنت معناك شاطر رجع لورا أنت عد وراء أنت كسلان أنت طلع برات الصف يعني في حالات كتير عم يتنمروا الكوادر التدريسية على الأطفال كيف ينساعدوا لطفل يصده وما يتأثر نفسيا حسب المرحلة العمرية يستطيع الطفل التصدي الأرجع وأقول الأهل عندما يوصون الطفل بالحديث كل ما يحصل معه بالمدرسة للأم هذه صلة التواصل بين الأم والطفل تسهم في الحد من هذه السلوكات عندما يخبرني أن المدرسة تحدثت معه بألفاز نابية أو قامت بالتنمر عليه بطريقة معينة هنا التواصل مع المدرسة ضروري لكن الكوادر التدريسية أو المدرسة بيئة المدرسة الإدارة المدرسية هناك سلطات مختلفة قد تكون سلطة ديكتاتورية تعامل متبعة أسلوب العنف والعقاب البدني والعصى لمن عصى فتنشئ جيل عنيف متنمر فيما بينهم البين لكن هنا لابد من تفعيل دور المرشد المدرسي في المدرسة سواء بالمرشد الاجتماعي في الحلقة الأولى والمرشد النفسي في الحلقة الثانية من خلال البرامج الإرشادية حصص التوجيه الجمعي لقاء أو اجتماع في بداية العام الدراسي مع الكادر الإداري والتدريسي توجيههم لكيفية التعامل مع المرحلة العمرية التي هم مدرسين فيها سواء كانت مرحلة المراهقة أو مرحلة الطفولة المبكرة التعويل الأكبر على دور المرشد المدرسي في وضع الخطط الأرشادية والبرامج الأرشادية للحد من هذه السلوكيات في المدارس والحوار بين الأبناء والأهل هو أهم أهم شيء شكراً كثير لألك دكتورة أهلا وسهلاً دكتورة بشرة مغرقوني دكتورة في علم النفس شكراً كثير لوجودك معنا أهلا وسهلاً شكراً